موسيقى تهتم الدولة بدرجة كبيرة بحل مشاكل العشوائيات ومن ضمنها مشاريع إعادة التوطين ساكن العشوائيات ولأول مرة سيتم تخصيص نسبة من مشروع المليون وحدة لمصلحة سكان العشوائيات بنظام الإيجار التمليكي لمدة 30 عاما مقابل 225 جنيا شعريا ومقدم تتحمل وزارة التطوير الحضري والعشوائيات وصندوق تحيا مصر هذا إلى جانب تخصيص 5% من المشروع لصالح زوي الاحتياجات الخاصة كما سيتم تنفيذ مئة شقة لسكان تل العقارب بالسيدة زينب ومثلهم بالقابوتي ببورسعيد إلى جانب عشرة ألاف وحدة في حي الإسمراد بالمقطم لصالح سكان الدوية وبنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تنفيذ 240 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي فالدولة المصرية حريصة دائما على حل مشكلة الإسكان لكل قطاعات الشعب المصري مع إعطاء الأولوية للمواطن البسيط والذي يحلم أن تتوفر له وحدة سكنية وأن يكون لكل أسرة صقف داخل شقة مناسبة ولتحقيق ذلك تقوم الدولة بتوجيه عائد بيع الأراضي وكل الأنشطة بما فيها الإسكان المتوسط لمصلحة إسكان محدود الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة ويعد مشروع مدينة تحيا مصر في منطقة حي الإسمراد في الهضبة الوسطى بالمقطم أحد أهم الإنجازات التي قد تحققت خلال الفترة الرهنة حيث تم تأسيس وإنشاء تجمع سكنية حضري يضم المرافق والخدمات كافة لأهالي المناطق العشوائية والخاطرة وعلى رأسها الدويئة التي بدأت عمليات تسكين العديد من الأسر فيها خلال الوقت الرهن بعدما افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو الماضي تجتمل مدينة تحيا مصر المتكاملة في منطقة حي الإسمراد في المقطم على ثلاث مرح الأساسية هي السميرات واحد والسميرات اثنين والسميرات ثلاثة وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجار الانتهاء من المرحلة الثالثة والتي تم الانتهاء من الأساسات الخاصة بها وكذلك الأعمدة الخراصانية بمعدل إنجاز نحو 30% من المستهدف على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر مايو من العام 2017 الحقيقة للتقرير رصد المرحل متعددة لمشروع الإسكان الاجتماعي وبيتكلم على الفرص اللي هيخدوها أو هيخدها كافة المستويات في هذا المشروع وبتكلم كمان إنه كان فيه 5% مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة أنا أتخيل إن ليهم طرقهم وليهم إزاي إن هم يقدروا يوصلوا لوحدات السكنية بتاعتهم باستخدموها بدون ما يكون فيه متاعب زي ما احنا شايفين المشهد أكتر من رائع استثمارات بتستثمرها الدولة يعني أرقام كبيرة جدا نتمنى إن إحنا نشوف يعني المشهد اللي شفناها ما حضراتكم على الشاشة نتمنى إن إحنا نشوفه بعد سنتين بنفس المضمون وبنفس الشكل وبنفس الجودة يعني فكرة إنه رفع الكفاءة وإنه يكون هناك يعني شركات للصيانة المستمرة ده اللي بيخالينا نحافظ على استثماراتنا فإن شاء الله نشوف بقى توزيع العادل في هذا الإسكان وأنا أتخيل إنه الرئيس يعني كان بياخد تقرير يومية عن الإسكان الاجتماعي عشان نعيش حياة أدمية وكرامة إنسانية زي ما كنا بالنادي فيها اسمحوا لي أرحب بضيف وضيف حضراتكم الدكتور إسماعيل علي ناصر عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان أهلا وسهلا أهلا بي أهلا بحضرتك يا فاندم وطبعا هو مشروع مهم جدا وكبير وداخل في برنامج رئيس الانتخابي مليون وحدة سكنية وبتنفس فعلا على الأرض الواقع لكن الناس لقيا في بعض المشاكل في الأيام الأخيرة برغم من عظميته اللي نختلف عليها وإن إحنا يعني ما شوفناش ده في السنوات السابقة الناس لو بتروح البنوك علشان تدفع المقدمات بتلاقي إن المقدمات يعني غير المنصوص عليها بتلاقي إن كل فرع للبنك بيشتغل لوحده يعني ما فيش تنصيق فالحاجة الحلوة أوي وتبلول جميل والرائع ده بيغرق جوة التفاصيل ويخلل الناس تحاس إن الأسعار مغيرة الأسعار ارتفعت برغم الأسعار ما ارتفعتش لكن تعامل البنوك هو اللي بيحب ده فدور حضراتكم في ده ملاحظاتكم علي إيه هو طبعا بلا شك يعني اسمحيلي قبل ما ابتدي في هذا الموضوع أوجه كلمة خاصة لتحية وتقدير لشهدائنا اللي كل يوم بيدوا دمهم عشان خطر البلد ديه تعيش وعشان خطر البلد ديه تطلع لقدام وبنحني تقديرا وإعزازا وإجلالا لأسرهم أمهم زوجتهم أبنائهم هؤلاء الناس بنقول لهم إن مصر كلها جنبك وما أعطاه الشهداء هو ده الوقود والطاقة اللي تاخد بيد مصر عشان تخرج من أحلك الظروف وإن شاء الله هنعدي بإذن الله ونصل إلى ما نتمنى ويمكن ده المدخل اللي أنا بقوله للإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي أحد الأمور اللي كلنا يجب أن نعتز بيها لأنها دخلت في مشكلة الإسكان وتوفير السكن الملائم وتحقيق أهداف لصورتين وتحقيق مبدأ يعني لابد إن إحنا كمصريين نهتم بيه وهو نص عليه الدستور إن كل إنسان بيعيش على أرض مصر يجب أن يكون له سكن مناسب وصحي وآدمي المشروع زي ما أنت قلت بلا شك لأنه بيتم بسرعة كبيرة وجيدة ولكن بلا شك أي عمل في الدنيا بينتج بعض السلبيات أثناء التنفيذ وده شيء يعني مش عايزين نقول معتاد لأنه ده مش صح لكن هنقول إيه قد يحدث فموضوع أولا فيه قرار أنا أعتقد أنه وصلكه أن جميع الوحدات لن يتأثر سعرها بما حدث في مشكلة تعويم الجينيه وارتفاع سعر الدولار بالمقارنة الجينيه وطبعا أنت عارفة أن أي شقة في الدنيا 90% من المواد البناء بتاعتها حديده أه يعني حاجات بتتأثر بالسوق أصدر طبعا ولكن وزارة الإسكان وطبعا إحنا كنواب إحنا ممثل الشعب وبالمرصد لأي شيء يتعارض مع المبدأ اللي إحنا بنقوله إحنا عايزين نعمل تكافؤ فرص نساعد الأسر الأكثر احتياجا نساعد الأسر الأكثر فقرا ففي أمور الدولة تقدر تاخد فيها خطوة إيجابية تساعد هؤلاء هذه الفئات على أنها تتعايش مع الواقع ولأن الواقع فيه بعض ارتفاع فيه أسعار كثيرة ويعني مش عايزين نخلي السكن هو كمان يبقى مصدر إزعاج للفئات دي هي الفئات دي بردك وأنا بقول وأنا نائب عن الشعب وبقول بننحني أمام عظمة الشعب المصري اللي فعلا بيثبت أنه بيتحمل عشقات بلده يعني المبدأ في تحمل هذه الأمور مبدأ أنا عايز مصر تعيش عز مصر اللي أنا هعيش فيها تبقى عايزها فعشان كده أنا بقول أن قرار وزارة الإسكان بعدم تعديل الأسعار أو زيادتها ده قرار صائب وجيد الجزء بقى بتاع الإجراءات الإدارية بلا شك أنا يعني من شوية وأنا جاي في الطريق سامع البونتس هاني أو المتحدث باسم وزارة الإسكان بيعرض على سلبيات زي اللي انتولتيها دي بالظبط وأنا بقول لك أنا رأيي أن أي إنسان عنده شكوى خلاص شعب المصر تعود على أنه يطالب بحقه أي واحد بيلاقي سلبية زي دي لابد أن يتجه إلى الجهة المنط بيها متابعة هذا الكلام ليه؟ لأن قد يكون الموظف نفسه اللي في البنك أو في الجهة اللي بتتلقى الحاجة عنده ما عندهش خلفية سليمة للتعليمات لأن التعليمات دي المفروض واضحة وصريحة أولاً إنت احنا عارفين أن الإسكان الاجتماعي تم تعديل الفئة بتاعة الشخص اللي ينتفع به اللي حتى يصل دخله لا اللي يدخله يصل إلى 3000 وشوية ويبتدي طبعاً بالحد الأدنى اللي هو 1200 جنيه اللي أنا عايز أقوله إن لو بصينا طبعاً الناس بتحسبها إن لما بيلقوا الدفعة المقدمة الأقصاط دي على 20 سنة مثلاً ما هو شيء طبيعي إن الأقصاط عليها جزء من الفوائد لكن اللي أنا عايز أقوله لو المقدمة في حدود من 320 إلى 410 متوسط سكن أي سكن في منطقة شرعبية دلوقتي لا يقل عن 400 جنيه فإذا القيمة دي تتوافق مع الطبيعة وقلنا بقى كمان حتى الناس الغير قادرين لتجهيز دفعة المقدمة اتعامل إحنا طالبنا في لجنة الإسكان وكماجبس نواب إنه يخصص جزء للإسكان في الإسكان الاجتماعي للإسكان الإيجاري ودي طبعاً أنا أعتقد إحنا طالبنا بها يعني أنا أتأجر بس بدفع قيمة دي في الإيجار الإيجار التمليكي إيجار في النهاية إذا سددت الوحدة بالكامل هتقولك وحتبق ليك بعد الفترة من سنة يعني كمان الإيجار لنا بدفعه ده مش رايح عليك مش رايح عليك يعني شيء من ثمن قيمة شيء أظن أعتقد إنه جايج جداً العيوب بقى اللي نقدر نتكلم فيها إنه إحنا طالبنا كلجنة إسكان ودرسنا هذا الموضوع إن الشروط طبعاً الإسكان الاجتماعي أي موضوع في الدنيا بيبقى ليه شروط محددة منفزة على الجميع بس في التطبيق العملي لقينا إنه بعض المناطق اللي بيتم تنفيذ في هذه المشروعات محتاجة لشروط خاصة شروط خاصة تتلاءم مع سكان هذه المناطق تتلاءم مع طبيعة الغالبية العظمى اللي عايشين في هذه المناطق عشان يبقى أنا الجهدي اللي بعمله عشان أحقق هدف وهو إيجاد مسكن صحي مناسب قادر المتوسط والأقل المتوسط والفقير إنه هو يحصل عليه طبعا الكلام ده يعني بالتنسيق مع وزارة الإسكان أكيد إن شاء الله حياخد طريقه بإيهز إنه فعلا حنحط شروط عامة وشروط خاصة تتلاءم مع طبيعة يعني العشوائيات مثلا لا حقولك مثلا مثلا إحنا عملنا زيارة ميدانية في واد المترون للشؤة السكنية اللي تم تنفيذها فعلا كمية ضخمة من الشؤة حواليه يعني عدد أكتر من ألف وشوية عدد اللي كنا لإنهم حجزوا لغيط ما إحنا رحنا بهذه الزيارة لم يتعدى المية وعشرين شاء طب ده يعني كيف يعقل إن في حاجة بهذا القدر بعض الأمور بقى الكثيرة زي عدم وجود تنسيق العمل المرافق العامة الخارجية عشان تربط المشاريع دي بالمرافق القائمة وضع ضوابط وشروط يعني أنا جات لحالة مدرسة وزوجها متوفي وعندها أسرة والشروط اللي كانت موجودة لا تنطبق عليها وهي مقيمة وتدرس في منطقة ودي النطور لا لازم نعدل الشروط عشان ياخد ويضم هذه الحالات يعني ده مستمر فندم طول الوقت إنه بتشوفوا الحالات اللي بيتم فيها وبتدرسوها النجاح وبتعدلوا الشروط كمان النجاح ليس يعني أنا مواطن يعني سات النقابة أنا مواطن مش هروح يقولك لا أصلاً أنت لا تنطبق عليك الشروط فخلاص أنت مش هتاق لا ده أنا ممكن أحاول وممكن أن أنا أبعث الشكوى بتاعتي أقولك على حاجة يعني أنت عارف فيه ناس قدمت ونسي مثلاً يجيب الفاتورة بتاعت الكهرباء يعني وراء ونكنش متكام تبقى للقواعد الرجل ده لم يقدم المستندات اللازمة عشان يبقى ليه أحقية نعم نحن لازم العدالة تبقى بين الجميع بردك وزارة إسكان أنا يعني مش متحدث بإسمها لكن شفت أنه هما قالوا أنه حيضوا فرصة للناس اللي تقدموا وكان وراءهم مش كامل أنه هما يكملوا هذه الأوراق مثلاً نسبة الخامسة في المية لزاوي الاحتجاجات الخاصة ده شيء إنساني ومحترم وهو ده العالم كله والإنسانية بتؤكد أن الناس دي لها حق ويجب أن هي تأخذ حظها في الحياة وتخصيص هذه النسبة يتواكب ويتلاءم مع المشاعر الجديدة اللي إحنا كلنا في مصر بنهتم بيها وهي الناس زي ما بقول الأكثر فقراً بردك أكثر احتياجاً عشان أقدر أوفرهم خلينا نروح ملف آخر يا فنم طبعاً ملفات المعروضة على حضراتكم في المجلس الشعب أو مجلس النواب كتيرة منها مثلاً حكاية الإجارات الأديمة والمباني الأديمة دي كانت مصر جدل كبير أوية عند الناس يا ترى اللي عنده بيت مش عارف هو يتجوز ويسكن في شقة تمليك والبيت عنده مأجروا الناس بخمسين جنيه وبتلاتين جنيه وقيل إن فيه مناقشات جدة ويعني قريباً هتوصل للحل ملامح بقى لو فيه قانون جديد كده أو حاجة أنا وبعد مجموعة من الزملاء في لجنة الإسكان بنعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجارات القديم هذا التعديل فلسفته ومحتوى الأساسية عمل مؤمن وموزنة بين مصالح طرفي أي عقد إيجار اللي هو المالك والمستقر لا يمكن أن نترك أصحاب الناس الأصحاب البيوت والشقق دي ويمكن أسرهم الجيل التاني والتالت يبقى بيتدور عشان يلاقي شقة ويبقى هو عنده بيت شقة فيه متأجرة بخمسة جنيه وبعشرة جنيه ده كلامه وفي نفس الوقت لا يمكن أن أسمح لأسرة فقيرة معدمة بتدفع أها إيجار قليل لكن هي حياتها أو مستوها الاقتصادي لا يسمح لها بالانتقال والتملك والكلام ده يبقى أنا لازم لما أجع بالقانون يوائم بين مصلحة الطرفين بما لا يخل بالبعد الاجتماعي وبما لا يخل بالسلام الاجتماعي النهاردة عندنا في قضايا بسبب موضوع قانون الإيجار القديم في كل المحاكم تعتبر نسبتها عالية جدا إذن المشروع اللي احنا بنعده حيبقى طبعا يتعمل على مراحل ما فيش حاجة في الموضوعات القصة بالحياة اليومية اللي زي دي أو العلاقة الناس اللي ساكنة بالها 30 سنة و40 سنة و50 سنة البيوت تختلف من المكان إلى آخر مش عامل البيت اللي في الزمالك أو الدقي أو مصر الجديدة زي البيت اللي في سيدة عيشة أو دار السلام ده مشروع قانون يعني أكيد ده يتلاقوا فيه صعودات يعني لأنه مليان حالات للحياة ده أنا مش عايزة الناس تستعجل في أن يطلع هذا أنا والله يعني من مبارح وأول أن أنا يعني في أحدى القناة كنت بتكلمة أنا لقيت كم هائل من المكالمات الناس عايزة تخش فيهم علشان كده إحنا هنعمل لجان استماع وهنعمل تنسيق وهنشوف رأي الأحزاب المختلفة في حل هذا الموضوع بس تحت يعني عنوان مهم جدا أن يحافظ على التوازن ومصالح الناس ولا يمكن أن يطلع القانون يؤدي أن الواحد يطلع في الشارع أو القانون يطلعه في رجب الشارع لازم الدولة هو بقى هو تدور الدولة الدولة أننا عندي أنت عارفها يعني بعد إذنك حوالي خمسة مليون شقة ممكن يضافه إلى يعني السروة الطبيعية المسجلة إذا حلنا مشروع الإسكان ده ده موضوع تاني خمسة مليون فانجم ده رقم في دفاع ويدخل ويدخل موارد لخزينة الدولة رغم صدور القانون الجديد في ناس بتعمل شؤها ولكن هنخل الشقة لابني لما يكبر ويعنده عشرين سنة رغم أن القانون الجديد تحدد المدة برضا لكن إحنا عايزين نعمل قانون شامل كامل يحل هذه المعضلة وفي نفس الوقت يحقق التوازن الطبيعي بين حق المالك فان ينتفع بملكه وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسر والناس اللي قائمة ولها حق في أن تعيش وظروفها عايشتها في هذا المكان وإن شاء الله طبعا وقت البرنامج مش هايصبح لكن هو مشروع كامل إن شاء الله أن يجي نقول لك عناصر كلها وحنبتدي طبعا بالإسكان اللي تشغل الحكومة والشركات ثم المحلات التجارية لأن طبعا دي مكان بيكسب واللي شغال فيه يقدر يدي للمالك حقه ثم ننتهي بالشوق السكنية ويكون فيه تنسيق وتحديد معه يعني عجبتني أكتر كلمة من كلام حضرتك سياد النائب وهو لازم يكون هناك كلام اجتماعي مش معقولة أنا عندي هذا العقار اللي هو غالب ثمن جدا وبيستنفع به حد غيري بالتأكيد هيحصل عدم سلام اجتماعي واشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب دكتور اسماعيل علي ناصر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان شكرا جزيلا أنا أخرج لفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم على موضوع لا يقل أهمية عن الإسكان وهو زيادة صادراتنا من المحاصيل الزراعية وزي ما بنقول دايما نحن نتميز بجودة عالية جدا على المستوى الأوروبي أو المستوى العالمي وبعدين عايزين نسمع الإشعاعات اللي بتقول لا ده تم رجوع بعض من الشحنات اللي صدرناها كل الكلام ده هنعرفوا إن شاء الله بعد الفاصل وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة المهندس عز جودة عضو المجلس الأعلى لتصدير الحاصلات الزراعية والحقلية